سلام عليكم ازايكم? عاملين ايه? يا رب بتكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معينا فيديو جديد. لو اقول مرة تشوفي القناة يا ريت تعملي اه لايك للفيديو. وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهاردة. بصوا كده مبدئيا باسم الله يعني. اول حاجة انا لسه صحية. انا صحية النهاردة بدري جدا. صحية تقريبا الساعة ستة الصبح. آآ بدأت كده ان انا دخلت بقى على المطبخ. بعد طبعا ما قمت وصليت وزبطنا كل حاجة. دخلت كده على المطبخ زي ما انتم شايفين انا سايباها من مبارح مكركب. هنا كده العلبة اللي انا ورتها لكم دي اللي احنا عملنا لها اعادة تدوير. العياشة. انا حط فيها العيش بتاعي. وهنا فيه عيش تاني. اللي هو العيش الاصمر. آآ او عيش الردة يعني. وزي ما انتم شايفين المطبخ فيه شوية حاجات كده آآ ادوية بقى وحاجات كده مرمية في كل مكان. آآ الحاجات اللي هي بتاعت التوابل. بس المهم ان هي حاجات بسيطة يعني. هنبدأ كده باسم الله واول حاجة هعملها. عايز افضل الرخامة اللي برا دي. بس بصوا كده. كنت مبارح غسلة الفوت آآ بتاعت المطبخ. آآ كنت باستخدم منها واركنها. يعني استخدم منها واغسلها واركنها. بس كانت ريحتها كده مش مفحفاحة كده. آآ وبحب ان انا عطر دايما الفوت بتاعت المطبخ دي. آآ فام بارح بقى رحت غسلهم كده آآ جايبة كمية كده محترمة وروحت غسلها كويس قوي. وروحت معطراها بقى آآ علشان دول على طول استخدامي فيهم يعني دايما بستخدمهم. آآ المهم هاركنهم بس على جنب دلوقتي لما زبط كده الرخامة. شلت من عليها العجان وشلت من عليها كل حاجة كانت موجودة وكمان كان فيه طبق كده فيه بواقي بيد من الولاد كانوا متعشين منهم بارح. آآ منضف بقى الرخامة وروحت كده منزل السطارة كمان علشان خاطر ما تتبلش. وجبت كده شوية صبون. صبون مع عادي خالص مع الاسبونشة. وشوية مية اللي كانوا في الكباية. وبدأت بقى ان انا اخسل الرخامة. هشيل بقى الكراسي اللي احنا بنستخدمها دي. لما بنستخدم الرخامة دي كصفرة. انتو عارفين المكان عندي دايق ومش مستحمل ان انا اجيب صفرة. فانا عامل الرخامة دي. للتقديم وكمان آآ صفرة لنا ان احنا نقعد ناكل عليها بنقعد آآ يعني في طار غدا عشاء اي حاجة بتبقى على على الرخامة دي. فاجت هنا كده وقمت حطة بتاع ده العجان بس يعني فكرت كده قلت يعني غير شكله آآ او غير مكانه غير شكل الرخامة يعني. وجبت هنا العلبة دي فيها مش. هوريه لكم دلوقتي من القريب وجبت كمان علبة السمنة. وحطيتها فوق العلبة اللي فيها المش دي وجبت هنا كده كستر كده آآ سيليكون وحطيت عليه الكتل. وهي كده بقى شكل الرخامة يعني الى حد ما مقبول وهنا كان عندي الميزان. قمت حطاه برضو على العلبة. ورجعت بقى هنا للفوت هبتدي بقى ان انا اخرجهم. طبعا احنا دايما بيبقى عندنا البتاع اللي هي مش عارف اسمها والله بتبقى حاجة كده بننشر عليها. فان بس تخدمهاشه دايما مرمية كده في الحمام بدون اي هدف. رحت جايبة بقى الفوت بتاعة المطبخ وروحت نشراها كده آآ بتعلقها بقى على اي حاجة من الشماعة بتاعتها دي. بس بصراحة اخدت معايا كمية فوت محترمة يعني. وكمان في مساحة يعني صغيرة جدا. ما اخدتش معايا مساحات كبيرة. وبدأت بقى ان انا اطبق كل الفوت دي علشان خاطر عايزة آآ ادخالها بقى آآ في الدرج بتاعها وهي نظيفة كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى هبتدي ان انا اضبط كده الرخامة طبعا البسكوتات دي دايما جوزي بيجيبها للولاد. فبتبقى دايما على الرخامة آآ يقوم الصبح ياكلوا منها بدل ما عايزين ينزلوا الشارع مسلا يشتروا حاجة او كده بنروح مديينهم منها على طول. وبدأت افضي بقى آآ اي حاجة بتقابلني بدأت ان انا فضيها. هنا كده العيش اللي هو بيبقى مشدد عندي. بحتفز بيه في الفريزر. وقت ما اكون هعمل مسلا مفتة او حاجة بقوم مخرجة كده العيش اللي هو متشدد او آآ ناشف شوية آآ وبيبقى بواقي بقى يعني آآ اللي هو ربع رغيف آآ مش عارف ايه متبقي مننا. بحتفز بيهم بقى في الفريزر. وقت ما اعوز استخدم منهم بخرج منهم وحطوهم في الفرن آآ بشغل عليهم الشواية والفرن مع بعض يعني ديقتين ولا حاجة وروح طافية بيبقى العيش ناشف وجميل. هنا كده آآ خرجت بقى مية كده من الفريزر. آآ العلبة دي دايما بحتفز بها في الفريزر كده علشان خاطر تبقى عملاني تلج. وباخد منها على قد استخدامي بس عشان مش هحطوا مية في الكولمن دلوقتي لستة بدري جولة لو آآ واخدين بالكم من الشباج بتاع المطبخ. لستة اصلا آآ النهار ما طلعش يعني الشمس بتبدأ تدخل عندي الشقة آآ من برة كده ستاعة سبعة الصبح. فلسه الجو لستة. آآ وبدأت هنا كده آآ قمت نظفت كده البتجاز. البتجاز ما كانش عليه حاجة. بس كان مطرح آآ كنت عاملة مبارح اندومي. فمطرح عارفين انتو الترتاشة بتاعتها دي بقى على البتجاز. آآ المهم بدأت بقى ان انا جيت هنا كده على الغسالة الاطباق بعد ما زبطت البتجاز اللي هو اصلا يعني كان عليه الترتاشة حاجات بسيطة مسحتها على طول كده بالأماشة. وهنا كده آآ غسلت الاطباق كتفاضية. وبدأت بقى ان انا احط فيها الحاجات البسيطة. ما فيش على فكر حاجات كتير على الرخامة. انا كنت اصلا مصاب بنا الموعين. بس دي بقى بتاعت الحاجات اللي هي ايه اه حد جعب الليل. آآ عملت كيس اندومي. عملت مش عارف ايه. عارفين انتو الحاجات اللي هي بيبقى استهلاك ليلي بس مش اكتر. غسلت كده شوية فكهة يعني المصفضية مسلا كان مخصول فيها فكهة. الاطباق اللي قدمت فيها مسلا اندومي او حاجة الحلة دي اللي كان معمول فيها برضو. كده يعني حاجات كده بسيطة اللي هو بتاع الاستهلاك بتاع بالليل. وكمان جبت كده اللانشو بوكس بتاع ولادي علشان خاطر عايزة آآ اخسله قبل ما يمشوا على الحضانة. طبعا هم لسه آآ نايمين. آآ لسه مش هيقوموا بقى دلوقتي ان شاء الله يقوموا على معادة الحضانة على طوله. خصوصا ان انا بموديهم فترة آآ مسائية. اللي هي يعني بوديهم من الظهرية كده يرجعوا على ساعة اربعة كده ولا حاجة. آآ يعني لسه قدامهم وقت. فهبتدي بقى ان انا ازبط كده المعالق والحاجات دي كلها. بالشكل ده. وهحط بقى آآ اخر حاجة هنا في الحطة الفاضية اللانشو بوكس التاني. والكباية دي اللي بيستخدموها برضو في الحضانة. كبايات بتاعتهم يعني. وهنا هحط المسحوق وهبتدي ان انا اشغل بقى دورة على آآ الحاجات دي. طبعا لان عندي الغستالة صغيرة. فهي اخدت الحاجة اتملت يعني. آآ وخصوصا ان اللانشو بوكس والحاجات دي بتبقى يعني عريضة وضخمة. فبتاخد مساحة. فيحسسوكم ان الموعين كتير رغم ان هي لا مش كتير ولا حاجة بس هي عشان الحاجات ضخمة. فآآ اخدت مساحة بس. هنا كده آآ كنت بزبط البتاعة دي كانت معك ستاني خالص. الوصلة بتاعت الحنفية المهم زبطها. وكان تفضل معي الحاجات اللي هم عملوا فيها البيت زي ما قلتلكم اللي عملتلهم فيها البيت. آآ فبدأت اللي هو الاطباق الالمونيا. طبعا الاطباق الالمونيا دي افضل حاجة آآ تتعمل فيها طاشرة الملوخية. وافضل حاجة هيتعمل فيها ال البيت اللي هو بستمنى. بيبقى فضيع طبعا انتم عارفين. آآ غسلتهم كده وزي ما انتم شايفين غسلتهم بالصابون اللي انا بعمله من الزيت اللي هو المستعمل اللي بيبقى يعني بدل ما يترمي باستخدمه وبعمل منه صابون. شفتوا لما علي الطباقين ازاي. آآ لو عايزين الفيديو ده تشوفوه انا عاملاه في فيديو آآ او عاملت طريقة في فيديو. وهسيبها لكم ان شاء الله في التعليقات آآ لو حابين انتم تروحوا تشوفوه يعني آآ هنا كده الحاجات بقى اللي انا استخدمتها آآ في التنظيفة بتاعت الصباحية السريعة دي آآ اللي هي البتاع ده آآ قولوا معي الفوض بتاعت المطبخ آآ هشتوفها بس كده واركنها على جنب مؤقتا لغاية لما اخلص تنظيف آآ باقي المطبخ او الرخامات وبعد كده هخسلهم. هنا كده جبت البسكت اللي هو آآ بعلقه كده في الضرفة بتاعت المطبخ وغسلته برضو من جوة آآ كان فيه برضو كام علامة كده فقولت اخسله كده ونظفه واسيبه يتصفى علشان بقى يستقبل آآ يوم شاء جديد ان شاء الله هيبدأ النهاردة. آآ غسلته كده زي ما انتم شايفين. وقمت سايبه على جنب كده يتصفى. والرخامة طبعا انا غسلتها هي والآآ الصفاية. وهنا كده الرخامة دي ما كانش عليها اي حاجة وما كانش مبهدلة اصلا هو بس كم طبق اللي كانوا محطوطين جنبها كده. آآ مساحتها كده مسحة بسيطة خالص. وهبتدي اخسل بقى البتاع دوات اللسبونشة وهي هحطها فوق. وهنا كده هبتدي ان انا اخسل الفواب بتاعة المطبخ زي ما قلتلكم. وباخسلها عادي خالص بالصبون بتاع الموعين. وطبعا طول ما انت ايدك فيها على طول بتخسليها مسلا بعد ما بتخلصت هنضيف على طول. آآ ولا بتعمل ريحة ولا بتتوسخ معاكي جامد ولا اي حاجة. ولو توستخد يا ستي معاكي هتبتدي ان انت تجيب شوية كلور. آآ سواء بقى كلور خام سواء كلور آآ الوان آآ كلوريكس يعني براحة تتخالص آآ اي حاجة هتنضف معاكي ولو الموضوع صعب هتجيب السترس آآ سترس وهترش عليها شوية من السترس وتسبيها على جنب شوية عشر دقائق كده ولا حاجة وبعد كده تغسليها هتلاقيها برضو نطفت ورجعت زي الفل. هنا اخر حاجة بقى قمت غسل الحوت طبعا بعد ما نضفنا فيه وخلصناه. طبعا لازم يتغسل برضو قبل ما آآ نشاط طباقي المطبخ. عهو زي ما انتو شايفين. النازل دايما بتسألني ايه? الحاجة اللي انت بتضغطي عليها بتنزل صابون. ده يا جماعة متعلق آآ في الحوض. هو اصلا جاي مع الحوض. آآ بتدي ان انا ارفع الجزء الاستلس اللي فوق دوت واملة العلبة بتبقى العلبة مربوطة من تحت آآ بتاعته يعني. آآ كل ما بيخلص الصابون برفع كده القطع الاستلس اللي فوق دي واملة صابون ويقفلها تاني وبيبقى طبعا نزم بتضغطي عليه طلع صابون ديسبنسر عادي بس هو كل حكاية ان هم خافينه تحت الحوض. آآ وهنا كده كان عندي دورة غسل آآ بيضة. مش دورة كاملة يعني حاجة بسيطة كده بس قلت برضو محتاجين ان هم يتغسلوا. حطيتهم وحطيت لهم المسحوق بتاعهم وكان فاضل ان انا انضف الارضية بتاعة المطبخ. شلت كده بسكت الغسيل ونفضت كده السجادة. وجبت كده المقشة زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا آآ آآ اكنس بقى تحت المطبخ. وهكنس المطبخ. طبعا عندي المساحة مش كبيرة قوي فهتلاقوا الدنيا ايه بتتلمى بسرعة يعني. اهو بالشكل ده. عايز اقول لكم الدرس اللي انا لبساه ده. كان درس عادي جدا وابن ناس ومحترم. وكنت آآ وانا مع جوزي في مشوار آآ رايحين من مشوار بالسكوتر بتاعته. قامت ديل بتاعه داخل جوه السكوتر اتكلت الديل بتاعه كله اتقطع. فآآ تفتكروا ارميه? لا طبعا اعملت له هو كمان اعادة تدوير وروحت قصته كده من تحت وروحت تانية. وعملته مني درس زي بنشتريهم الايام دي. آآ غالي جدا. بس انا عملته بحاجة بدل ما تتريمي. عملته واستغليته. وبقى شكله حلو ولطيف جدا. وهنا كده زي ما انتم شايفين بدأت ان انا مسحت كمان. آآ مسحت كده بشوية من بتاع دوت آآ آآ كونفورت. اللي طبعا اللي هو عامل زي الدوني بيدي ريحة حلوة قوي. وكمان هبتدي ان انا اجيب المعطر بتاعي وهرش كده الارضية. بعد ما خلص طبعا ريحة المطبخ بتبقى تحفة. آآ وهي ايا كده يعني انا مسحة بالكمفورت. وكمان الغسالة شغالة وفيها غسيل. وطبعا المسحوق بتاعه ريحته طالعة مع المعطر. عايز اقول لكم ريحة المطبخ كانت جاي باخر الشارع. آآ خلصت المطبخ كده شطبته زي ما انتم شايفين كل حاجة رجعتها في مكانها. وكل حاجة تغسلت وتنظفت. الحاجات اللي في الطبق دي عايزة تغسل على الايد. بس هركينها دلوقتي عشان مش فاضية لها. هنا آآ جوزي بقى كان آآ جاي من الشغل آآ جاب لنا بقى شوية حاجات وهو جاي من من الهواري مش من هايبر من الهواري. هنا جاب لي آآ بتاع دوات عرض التوست موجود آآ عليه عرض التوست لاصمر آآ بخمستاشر جنيه فجاب لي واحدة وهنا برضو كان فيه عرض على المراعي آآ تسع علب وعليهم تلاتة فري. فجاب لنا برضو آآ ليه انا والولاد طبعا انتوا عارفين انا بستخدم في نظام الضايت الزبادي والعيش للاصمر. وهنا كده البسكوت برضو بتاع الولاد اللي دايما بنجيبه لهم التيمبو وكمان الشمعدان واللي هو النواعم دول اكتر آآ انواع هما بيحبوها وكمان جاب لهم آآ ميكس اللي هو العصير الميكس اللي هو الشوكولاتة بيحبوها قوي. وهنا علب الدومتي عشان طبعا وهم رايحين الحضانة. وهنا كده بالباقي بيدو لهم آآ مطاهر او معاقم للأدين. ودي جبنا قريش طبعا ليا علشان خاطر الجبنة اللي عندي كانت خلصت. وهنا دي جبنا فلامانك. ويه جبنا ويه جبنا آآ ولانشون حلواني. ويه اخر حاجة لانشون فراخ. دول طبعا كل الحاجات دي لستندوتشات الصبح او للفطار بقى اه نتحطي جنب الفطار او كده هنفطر منهم النهاردة كمان. هنا بقى هبتدي ان انا آآ ألم الحاجات دي كلها وادخلها في اماكنها. وكمان كان جايب لنا كده زي ما انت شايفين عنب اللقاس صبح كده حلو كده وهما وهو جاي من الشغل. فاشترى لنا كده تقريبا مش عارفة كيلو ده ولا اتنين كيلو ولا ايه. المهم ما علينا هبتدي بقى ان انا اخسلهم علشان برضو هحطوهم جنب الفطار. آآ طبعا العينب لازم يتغسل كويس جدا فيه ناس بتحب تفرطه بس انا بحس ان هو لما بيتفرط بيبقى عمره قصير اوي في التلاجة لكن طول ما هو موجود في العنقود بتاعه عمره بيبقى اطول. ده اللي انا بحسه. يعني لو فرطته هتلاقوه على طول المنطقة اللي هي بتاعت العنقود من فوق ديت آآ اللي بيبقى ماسك فيها من العنقود يعني بتلاقيها زي ما تكون بازت واخدت له نسوة كده على طول. لكن طول ما هو بالعنقود بتاعه بياخد وقت اطول. غسلته كده وحطته في المصفة علشان آآ يصفي ودية الجبنة المش اللي انا عاملها في البيت وحطالها كده زي ما انتم شايفين بقى اشر استفاندي واشر موز وليلة آآ آآ هي كل حكاية ان انا بجيب آآ المش ده انا عاملت ازاي يعني عشان الناس اللي هتسألني اهو شكله بجيب آآ عجينة مش من مش قديم مش صعيدي من اي حد بقى آآ ويببتدي ان انا بقى كل حاجة عندي مثلا شوية لبر رابو آآ بحطهم جواها آآ وبزود عليها شطة وبزود عليها ملح آآ شوية اشر استفاندي شوية اشر موز اي جبنة مش محتاجاها بروح حطها معاها آآ كده يعني الحاجات ديات كلها بتفرق وبتتحط كده معاها وعلى وشها شوية كده من الزيت وبحتفظ بيها على جنب كده وبيبقى طعمها وريحتها خطيرة حضرت كده الفطار بتاعهم واحضر الفطار بتاعي انا كمان جبت كده عندي نهارده شريحتين من التوست وعليهم معلقة كبيرة من العسل النحل وعليهم رشة من القرفة مع كوباية من اللبن دوت كده الفطار بتاعي اما الفطار بتاعهم آآ انا حطيت لهم جبنة بيضة ولولاد وجبنة آآ مش جوزي كان طالبها يعني جنب العنب وعيش يعني وكمان هحط لهم آآ آآ لانشوم اللي احنا لسه جايبينه ده وهحط لهم قطعتين كده جبنة فلامانك للي حاب ان هو يكل منها بصوا بقى فطار سهل وسريع جدا ولا آآ ولا آآ بتاع يعني حاجات النهارده سريعة وشوية تعينب والدنيا ايه زي الفلت على وريكوا كده الشكل النائل للفطار ادي ده فطاري انا آآ اللي التوست واللبن ودي كده آآ آآ الفطار بتاعهم هم اللي انا حضرته لهم والعيش العادي خالص بقى الفهنة وشفة اتفضلوا معانا بعد ما خلصت كده الحمد لله هدخل بقى على قوضة الاطفال طبعا آآ آآ القوضة فيها شوية كركبة كده والملايات محتاجة انها تتغير طبعا القوضة دي عندي عايز اقول لكم اكتر قوضة سخنة وحر جدا 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 في الشقة كلها ليه لان ظهرها فاضي آآ الشمس بقى لما بتيجي عليه طبعا ما فيش حد ورايا ما فيش حد باني ورايا يعني فالقوضة دي بتبقى الحرارة فيها كأنها فرن حرفيا لو حطتي ايدك على الحيطة ما تقدريش تسيبي ايدك على الحيطة خمس ثواني سخنية رهيبة طبعا استطح فوقيها ووراها بصوا عند الرسومات اللي هي محتوطة على الحيطة دي هنا كده بالضبط آآ نار يعني نار يا حبيبي نار زي ما بيقولوا آآ الشمس بقى بتنقح فيها بتبقى القوضة دي تبقى طول النهار سخنة زي الفرن وطول الليل طبعا الجو برا بيبقى قلطف شوية بالليل تبتدي بقى ان هي تبخ كل السخنية اللي في الحيطان في قلب القوضة برضو فصبح وليل هي عاملة زي الفرن ما بندخلهاش اصلا زي ما انتو شايفين آآ الملايات بتاعتها مظبوطة كل الحكاية بس ان الولاد بيدخلوا يحطوا الشنط بتاعتهم يدخلوا يحطوا المكتب اللي بيذكروا عليه المكتب قال ترابيزة اللي هي البلاستيك دي آآ كده بس مش اكتر شوية العاب يرموها ومحدش بيستحمل اصلا ان هو يعود فيها آآ بدأت بقى ان انا نمي الالعاب اللي هم باعترينها في كل مكان آآ اهو بالشكل ده حاجات بقى عايزة تتريمي آآ حاجات بقى عايزة ترصف مكانها كده يعني والملاية زي ما انت شايفين والله هي مظبوطة حتى ما حدش جيمة القودة بس طبعا لازم كل فترة كده الملايات تتشال تتغير تتغسل ويتحط بدلها حتى لو ما فيش حد بينام في القودة او ما فيش حد اصلا بيجي جيمة السرير هنا كده بدأت ان انا انفض الشباك زي ما انت شايفين كده وعلى طول انا سايبة كده الشباك ده مفتوح السطرة كده ملمومة على جنب لان ما ينفعش تتقفل اصلا لو لو اتقفلت هتبقى بجد انت في قلب الفرن يعني اللي يعقل جوه يستوي وهنا كده بدأت بقى ان انا قلع بتاع ده السرير والمخدات والخداديات وهزبط كده هنفض الخشب وكمان هنفض الكفرات دي عايز اقول لكم الكفرات دي بجد حلوة قوي 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 آآ كل الناس اللي بتسألني على الكفرات بجد هتوها انا ان شاء الله نوريا ان انا اجيب له مغيار تاني طبعا انتو عارفين اللي عندي اللون بتاع الكفر هنا في قط الاطفال مختلف لان كان اخر قطعت اخر قطعتين كل واحدة لون آآ فجبت يعني جايبهم على مرتين يعني طلعت كده الملاية للصفرة الحلوة دي وهبتدي بقى ان انا اعملها افرشها آآ المهم ان انا ناوية اجيب يعني انا عندي آآ لون هنا واحد آآ لونه لبني والتاني الكفر التاني لونه آآ زي بني فاتح كده آآ المهم ان انا جراب آآ قررت ان انا هجيب واحد ان شاء الله تاني لبني واحد كمان بني فاتح عشان يبقوا طقمين اشيل اللبني احط اللي التاني بس يبقوا الطقمين ماشي مع بعض ليه بقى لان طبعا لو الحد من الولاد ده لأ عصير ده لأ حاجة بتاع هتحتاج ان انت تشيليه فمش هيبقى عندي آآ حاجة تاني احطها لغاية لما الاولاني يتغسل فاهمني فان شاء الله آآ قريب اشتري آآ كمان لقط الاطفال بالذات آآ علشان خاطر بقى آآ الصيف هيروح والشتة بقى هيجي وهتبقى هنا الاعدة احسن يعني هنا الاعدة احسن بتبقى القوضة هنا في الشتة مستخبية ايه ده يا جماعة انا اصلا مش عود هنا للشتة انا نسيت انا مش قاعدة هنا للشتة اه تعالوا اقول لكم بقى بالمناسبة الناس اللي عمالة تقول لي يا سومة والله العظيم شاقتك جميلة ونظيفة بس مشكلتك الالوان وانت محتاجة تغيري الالوان بتاعتها وبتاعت القوض وبتاعت الصالة كمان آآ محتاجة تغيري الالوان النبيتي واللبني والفوائع ديها الالوان مثلا وفويت ابيض حاجات زي كده ما هو اكيد انا محتاجة ان انا غير بس الكلام ده لو كنت هبقى قاعدة هنا في الشقة انا قلتلكم قبل كده ان انا ان شاء الله ماشية في خلال شهرين من هنا آآ رايحة في مكان تاني هو فين الله اعلم هو هيكون ايه الله اعلم برضو آآ بس ان شاء الله هنبقى مع بعض وآآ كل خطوة جديدة في حياتي انا كده كده بقلها لكم على طول والله آآ عشان كده لو اول مرة تشوفي القناة اعمل اشتراك دلوقتي حالا عشان يوصل لك كل جديد احنا بنعمله مع بعض اه لو موجودة اصلا موجودة في القناة وانت حبيبتي وعرفاني فما تنسيش اللايك آآ المهم ان انا مش هينفع يعني اقعد اكلف دهانات جديدة واشتري حاجات جديدة آآ وفي الاخر انا قدامي كم يوم وماشى يعني بالضبط هو كم يوم دلوقتي تحسب يعني شهرين تقريبا حاجة كده فآآ مش هينفع ان انا اغير الالوان ولا اصرف في الحاجات دي اللي انا هصرفها هنا آآ هتبقى اولى ان انا اصرفها في المكان اللي انا لستا مش عارفة هو فين عشان اقول لكم عليه المكان الجديد يعني آآ فآآ يعني مش هينفع يا جماعة خالص خالص فكرة ان انا اغير الالوان دلوقتي آآ بس ادعولي آآ ربنا يسهل الامور وان شاء الله يكون عندي مكان آآ آآ جديد بتاعي ان شاء الله نعمل فيه كل اللي انتو بتقولوا عليه ده وكل الافكار اللي انتو عملين تدهالي آآ بس الصبر وان شاء الله آآ ربك كده ايه يسهل الامور آآ زبطت كده القوضة وآآ جيت هنا كده عند البتاع بتاع الكمبيوتر برضو نضفته وزبطته وحطيت جنبه كده الخرفان وهنا كده الكتب بتاعة ولادي بقى بتاعة الحضنة والكراسات والحاجات دي كلها والالعاب الجديدة بتاعة العيد اللي باباهم جابها لهم في العيد طبعا اللي مكاركبين بها الدنيا آآ هنا بدأت بقى اخد العارفين انتو بتاع بتاع الاسماك اللي هي بنصطادها دي حلوة قوي انا بقى قد لعب بيها نو ايسل بنقول نلعب بيها نو ايسل وباللي يكسب يعني آآ انا كسبتها واحد صفر يا كسبتني واحد صفر كده يعني بنقول نحسب له بعض اللي يطلع سمك اكتر آآ بس عمتا يعني ايسل هي اللي بتكسبني وهنا كده بدأت بقى ان انا هشيل بقى الحاجات دي وهسيب لهم الالعاب الجديدة بس هما دايما طبعا انتو عارفين للاطفال لما بيجي لهم الالعاب جديدة بيكرفوا بقى القديم وبيبقوا مهتمين اكتر بالجديد فانا هسيب لهم الالعاب الجديدة دي موجودة هنا على الترابيزة وهشيل بقى الحاجات التانية آآ في البسكت اللي احنا عاملينه الجديد دوت اللي في الدولاب آآ بدأت بقى ادخل هنا كده على القوضة اخر حاجة كنت معايا فيها ان انا نفض الباب بنفضه طبعا الوش بتاعه والظهر بنفس الطريقة واخر حاجة بقى انا هكنس طبعا انا قلتلكم ان ما فيش حد بيدخل القوضة دي غير بس ايه عشان يعني هما بيبقى هايين عليهم يرموا الحاجة من بره ويجروا لان لما بنفتح الباب واحنا مثلا مشغالين تكييف الصلاة بيخرج من القوضة دي هبوا كأنك فتحة باب الفرن فالعيال بتعمل ايه بقى اولادي بيرموا الشنطة ويجروا بيرموا اللعب ويجروا فمطرح ما بتيجي اديهم ايه في الرمي يتيجي ملاش دعوة المهم بدأت بقى ان انا قلم الزبالة بقى شوية بتاع دوت ورق بقى وحاجات اللي هي بتاعت فتح الهدايا الجديدة دي والحاجات دي رمتها ورمتها وشوية تراب حاجة بسيطة كده بس مطرح الشباك وهنا كده زي ما انتم شايفين بدأت ان انا اعطر برضو القوضة انا عمتا مش همسحها زي ما انتم عارفين القوضة نضيفة زي ما انتم انا نسأل لكم آآ خلصتها كده زي ما انتم شايفين وعطرتها وبقت زي الفل شلنا بس شوية الترابة شلنا غيرنا الملاية رغم ان هي والله يعني ما حدش لمسها بس طبعا لازم لازم ان هي تتغير اهو بالشكل ده القوضة رجعت زي الفل وكمان كل الخشب نفضناه كل الشبابيك كل الببان كل الدنيا زبطناها هنا كده الجزئية بتاعت الكمبيوتر برضو نضفتها وخليتوا زي الفل وحطت لهم كده شنطهم على جنب عشان فضل لهم شوية ورايحين الحضانة خلاص حضرتهم بقى في الوقت ده حضرت لهم انا اقولوا معايا اللانشوبوكس بتاعهم وراحوا كمان الحضانة يعني عدى وقت يعني عايز اقول لكم ما بيبقاش الكلام ده دايركت دايركت ورا بعضه كده لأ يعني بيعدي شوية وقت بتاع بتكون انت بتعملي حاجة بتاع كده يعني آآ المهم آآ اخدت بعضي آآ قبل منشور على فكرة نمت كمان تقريبا ساعة حتى قريبا ساعة ساعتين حاجة لأ نمت ساعتين وقمت بقى لبست تاني وآآ خرجت الغسيل اللي كان خلاص خلص في الغستالة وخرجت بقى كده على البلكونة هبتدي ان انا قلم الغسيل اللي كان موجود عندي من مبارح آآ طبعا الحاجات دي كانت موجودة من مبارح على الحبل هبتدي ان انا ألمها كده بالشكل انتو شايفينه ده الدورة اللي كانت على الحبل دي كانت دورة آآ الوان فتحة آآ عايز اقول لكم ان انا بحب نظم الغسيل بتاعي جدا ما ينفعش ان انا احط كده ايه كله جهجهوني على بعضه لأ الالوان الفواتح بتبقى مع بعض دورة واخسلها الابيض زي ما انتم شفتوا دورة مع بعض واخسله الغوامق اللي هي الغوامق اللي هي مش الاسود الغوامق الزيتي البترولي الكحلي اللبني الغامق الحاجات اللي هي الوان قاطمة كده عارفين غوامق دي الدورة لوحدها الاسود الاسودات كلها والاحمرات اللي هي الحاجات الفوائع الاسود صريح والاحمر صريح والحاجات دي برضو بخاف ان هي تبهت على اي حاجة فبحطهم دورة لوحدهم ده نزومي كده في الغسيل علشان دايما الناس اللي بتوعه تسألني يا سمى ما شاء الله غسيلك دايما مزهزه وحلو كده بتستخدمي له ايه باستخدم اي مسحوق بشم ريحته حلوة وبيعمل لي رغوة كويسة اي مسحوق بقى يعني جربت الاكسي وجربت الاريال وجربت المسحوق اللي هو السايب اللي بيتباع بالكيلو الحاجات دي كلها عايز اقول لكم كلهم بالنسبة لي زي بعض ما فيش اي اختلاف خالص في حاجة واحدة بس جربتها الايام دي ابهرتني اقسم بالله ابهرتني انا مش مصدقة ان الغسيل بقى يطلع انا كنت بحط الولاد الهدوم بتاعتهم طبعا انتوا عارفين دايما بيبقى فيها بقع فكنت بحطها بالمسحيق العادية اللي انا بقولتلكو عليها دي كانت بتطلع بالضبط البقع زي ما هي لكن بقى الهدوم نظيفة واعد بقى اخسر على ايز دي البقع دي واجيب فانش واجيب مش عارف ايه وسترس على الهدوم والهدوم الوانها تفتح حاجة بقى الفترة الاخيرة دي اتجربتها ان شاء الله انا مستمرة في تجربتها علشان لما اجي اقول لكم عليها تبقى حاجة كده يعني بوم يعني بجد هتفاجئكو جدا ان المكون ده ينظف في الطريقة دي ايه ده ازاي فالمهم هعملكو بيها فيديو ان شاء الله مخصوص بجد اللابيض زي ما انتو شايفين كده ما فيوش ولا كلمة اقسم بالله مع لوش اي كلور اصلا المسحوق بس اللي انا حطيته زي ما انتو شفته بالمكون العجيب اللي انا اقولتلكو عليه ده في بداية كلامي زي ما انتو شايفين كده بجد اللابيض بيطلع منور الالوان بتطلع منورة ما فيش ما بيخلينيش عيد تاني وراه على بقع ولا ولا بتاع لا 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 كل حاجة بتطلع ما شاء الله عليها يعني حتى الغسيلة هو قدامكم انا مش محتاجة اتكلم عليه اه ما فيوش ظهرة على فكرة الغسيل ابيض زي ما هو زي ما هو ما فيوش ظهرة فيوش اي حاجة بصوا ناصع هنا كده كان الولاد رجعوا بقى من الحضانة اه يعني ده بك كنت خلصت نشر الابيض وهم رجعوا زي ما انتوا شايفين عملين بيعملوني باي من تحت وما الاتنين اهمت بقول لهم يلا يطلعوا طيب كنا كده بقى الولاد يا دوبك طلعوا هبتدي بقى ان انا اه اشطفهم شغلهم التلفزيون شوية على الكارتون وهبتدي ان انا حضر الغدا بقى على طول هنعمل ايه مع بعض النهاردة كان عندي طبق صبيت كده اه اللي فيه بقى البيض والاطراف والحاجات بتاعة الصبيت والدماج والكلام ده كله وانا قلتلكم قبل كده الصبيت بقسمه ازاي اه هعمل النهاردة مع بعض او هنعمل مع بعض طاجن صبيت هنعمله بطريقة حلوة قوي جبت كده ووك على النار وهبتدي بقى ان انا حط فيها شوية زيت يسخنه اه طبعا محتاجة ان انا اعمل غدا بسرعة بقى علشان الولادة تلحق تتغدى جبت كده بصلايا بصلايا كبيرة وابتديت ان انا دربتها كده في الكبه دي وهبتدي ان انا شوحها كده في شوية الزيت بعد ما سخنه اهو بالشكل ده الصبيت ده عايز اقول لكم انه هو مغسول وملح بقى ولمون وكل حاجة قبل ما يتفرز تمام? انا مخرجها اصلا من الصبح انا نويت وقررت ان انا هعمله فخرجته من الصبح فك كده من الفريزر زي ما انتم شايفين اهو ما فوجه غير حاجة بسيطة جدا بمجرد حرارة الووك هتلاقيه خلاص اه فكت زودت هنا كده سنة زيت كمان علشان خاطر حسيت ان بتاعده الووك بدأت تاخد لون كده البصلية من الجنب فمحتاجة يعني شوية دهون هبتدي ان انا اقلب فيهم كده زي ما انتم شايفين لغاية لما ياخدوا اللون الابيض وبعد كده هوطي عليهم وهقفل عليهم بقى خلاص هتتلاقوهم بقى صفوا شوية مية كده وما حاولوا ما تطولوش عليها قوي علشان خاطر ما تشدش بزيادة اه المهم جبت كده فلفل الوان وفلفل اغدر اصفر اه احمر واخدر وقطعتهم كده مكعبات صغيرة ونزلت عليهم برضو بدأت ان انا اقلبهم كده مع بعض وفي الوقت ده كنت ضربت كمية كده من الطماطم وسايبهم على جنب وهجيب كده فلفل اصمر رشت كمون ورشة من بهارات السمك طبعا بهارات السمك بتبقى حلوة جدا مع اي حاجة بحريات يعني وطبعا بتشتريها من عند اي عطار والطماطم اللي انا ضربتها زي ما قلت لكم نزلت بيها عليهم على طول وهبتدي ان انا اسيبهم على نار وسط لغاية لما يتسبكوا ويتقلوا وبعد كده هروح نزلة بيهم في طاجن اي طاجن بقى طاجن فخار طاجن بايريكس صنية الامونيوم اي حاجة عندك هتنفع ومش هتقول لا وهبتدي ان انا ادخلهم الفرن انا بشغل الفرن مع الشواية لو مش عندك الفرن مع الشواية شغلي الفرن عشر دقائق وبعد كده اه تحت الشواية اه عشر دقائق زيهم اه طبعا هياخد اللون الحلو ده يعني الطاجن مش محتاج كلام خارج كده بيطقطق كده مع نفسه وماشاء الله ريحة الطاجن كانت جايبة اخر الشارع عملت معاهم رز مسلوق رز ابيض خالص مسلوق زي ما انتم شايفين كده وطبق من الصلطة واجبة سهلة وسريعة ومغزية جدا جدا وطعمها يعني تحفة اوي اوي بصوا بقى شكل طاجن الصبيت يعني ماشاء الله تحفة شايفين حلوة اوي 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 تحفة هبتدي بقى اقدم الغداء بتاعنا النهاردة وبكده يكون يومنا خلص وانتهى والموعين حاجات بسيطة كده هاخدها على ايدي في السريع اه لو عجبكم الفيديو النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم تقول لي ايه رأيكم في يومنا النهاردة اه وان كان نشاطكم وشجعكم ولا لا واخر حاجة ولا هلكم صباح الفل والنشاط على عينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة